توصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت جهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 577 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 64 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط أكثر من 471 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 41 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص للوزن و266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات